موسيقى السلام عليكم البرلمان و أخيرا حدد موعد الجلسة الاستثنائية لتمرير كابينة السيد محمد علاوي و اختاروا يوم الخميس القادم أن يكون موعد لهذه الجلسة و طبعا هذا صار في اجتماع لرئاسة هيئة البرلمان العراقي فخلينيها الزمين المخرج اليوم الاجتماع هذا صار الصبح و طبعا هذا القرار ليوم الخميس القادم لهذه الجلسة من شروطها المهمة حتى تنعقد أنه لازم البرنامج الحكومي والسير الذاتية للوزراء كلها تكون متقدمة إلى البرلمان قبل موعد الجلسة الآن هسا بحسب مصادر برلمانية خلص البرنامج الحكومي صار بيد البرلمان وبالعكس السيد محمد الحلبوس يشكل لجنة برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب حتى ينظرون بهذا البرنامج الحكومي و يقيموه و يدرسوه فبالتالي موضوع البرنامج الحكومي خلص لكن السير الذاتية للوزراء لحد الآن ما بين شيء عليها لكن هذه بالنسبة مننا إلى يوم الخميس تنطينا خوش فرصة حتى نخلص من موضوع التجاذبات و الاختلافات اليوم اللي الموجودة يعني كل كتلة و كل طرف يعني أكو أطراف معارضة أكو أطراف مؤيدة أكو أطراف متحفظة و الغريب بالموضوع أنه الأطراف اللي كانت معارضة في السابق مثل تيار الحكمة كانوا معارضين للسيد عادل عبد المهدي و حكومته اليوم هم مؤيدين إلى السيد محمد علاوي و على العكس الكتل السنية و الكتل الكردية فبالتالي اليوم يعني حقيقة تيار الحكمة كشف بأنه أكو عملية مباحثات و نقاشات ديقودة تيار الحكمة و الكتل السنية و الأحزاب الكردية و خلينيها زميل المخرج يعني القيادي فادي الشمري من تيار الحكمة يعني على تويتر بيان بأنه النقاشات موجودة و ديحاولون يقلعون الكتل السنية و الكردية أنه خلص يمررون هذه الفترة المؤقتة و غيرها لكن هذا الموضوع دي يصطدم برفض يعني من تحالف القوى العراقية السيد محمد الكربولي على تويتر مثل ما تشوفون الآن أيضا يعني دي انتظرون بالعكس التظاهرات المليونية ليوم غد لكن المثير بهذا الموضوع بالنسبة للكتل السنية بالذات السيد سليم الجبوري على تويتر أيضا يعني اليوم كشف بأنه الكتل السنية الخلاف بيناتهم مثل ما تشوفون الآن يعني هو مو على السيد محمد علاوي و حكومته لا بالعكس الخلاف هو خلاف شخصي بين الكتل السنية نفسه وهذه طبعا يعني تفتح باب للأسئلة كبيرة جدا مو بس هذا وإنما كان كل يوم أيضا اجتماع في إقليم كردستان بين حكومة الإقليم وبين الأحزاب السياسية الكردية ومن هذا الاجتماع الصبح اللي صار هو متزامر بنفس الوقت لاجتماع رئاسة هيئة البردمان طلعوا بنتيجة بأنه هم مختصر مفيد محتاجين أن يقعدون على طاولة الحوار مع الأطراف اللي موجودة في بغداد وأيضا أكدوا بشكل مهم بأنه هم لحد الآن مواثقين من آلية عمل السيد محمد علاوي وهم يعني لازم هم اللي يختاروا ممثليهم في بغداد يعني الإقليم وحكومة الإقليم ومؤسساتها يختاروا ممثليهم اللي رح يكونون موجودين في بغداد وعلى هذا الأساس لحد الآن لا الكتل السنية نحلت مشكلتها ولا الكردية لكن الأيام القادمة قد تحل هذه المشاكل وخلينا لا ننسى غدا ستكون هي طبعا تظاهرات مليونية من قبل المتظاهرين اللي رح تحمل شعار راجعي لكم بمليونية ورح نشوف شون رح تأثر على كل هذه التجاذبات والخلافات إذن ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري حياك الله دكتور عباس أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبمشاهديك الكرام وبكادر قناة التغيير الفضائية حياك الله دكتور عباس خلينا يعني نبدي من وجهة نظر تيار الحكمة وجهة نظر بعض الأطراف اليوم الموجودة بالعراق يقولون خلينا نمشيها خلينا نمرر هذه الحكومة هذه سنة وحدة بس خلينا نجرب هذه التجربة ونتعدى اختيار الوزراء من الكتل السياسية حتى وإن كانت على يعني شروط صعبة أو غيرها يعني تدري أكون من يقول أنه أكون محاصصة هذه الوزارة للمكون الشيعي هذه الوزارة للمكون السني خلينا نمشيها هسة لأن الأمور بالقوة جاية تترابط تعتقد هذا هو المنطق اللي لازم نتبع اليوم وهذا هي اللغة اللي لازم نواجه بها الأطراف المعترضة على الأقل اليوم والواقفة ضد حكومة السيد محمد علاوي تحية لك أستاذ أحمد أنا اليوم راح أسمي هذه الحلقة اسم خاص بي قضي الأمر الذي فيه تستفتيار جميل يعني كل المناورات وكل ما حدث وكل ما قيل سيتم حسمه يوم الخميس وهناك تغريدة للسيد جمال البطيخ نعم وسيد جمال البطيخ شخصية محترمة وكان عضو مجلس نواب سابق نعم يعني يوم أمس تحدث السيد رئيس الوزراء المكلف وقال أنا لا أمثل الشيعة والسيد الحلبوسي لا يمثل السنة والسيد برهن صالح لا يمثل الكرد إذن علينا اليوم أن نمضي في تشكيل حكومة ومن يخالفني سوف أضطر إلى تقديمه إلى المحكمة احنا يرادلنا شخصية تفرض وجودها بالساحة يعني أنت ما تعرف الصراع اللي صار الأسبوع دائر على مود وزارة التجارة كلهم أكثر من كتلكات لنفسها حتى تأخذ وزارة التجارة لأن وزارة التجارة غنيمة بها عقود بها كمواشنات لكن السيد المكلف كان واثقا من خطواته لحد هذه اللحظة لم يعطي الأسماء من الذي يتصار عليها دكتور عباس من الذي يتصار عليها يا أطراف هي الأقرب للصراع على هذه الوزارة اللي تتحكي عليها دكتور والله أنا خلى تدري بالنسبة لي أنا واضح وصريح وياك أكثر واحد في هذا الموضوع السيد رئيس مجلس النواب يحاول دائما أن يتحدث عن حصة السنة بهذا المفهوم احنا ردنا أنا طبعا على فكرة ليس ضد سيد رئيس مجلس النواب مع جل احترام وتقدير له لكن احنا قلنا ردنا أنه هذه الحكومة تكون بعيدة عن الأحزاب ليس فيها محاصصة مرة بحياتنا خلولكم وزير مستقل طبعا خليوا يشتغل هذا الوزير وراقبوه باعتباركم أنتم مجلس النواب وموجود مجلس النواب لكن الكارثة ما يقدرون يا أخي يعني بيهم حساسية ما أقدر سبيلكيها محاصصة بس أكو خوف دكتور على الراس هذا إلك وهذا إلي أكو خوف وكأنما العراض والسم من أجلها على هذه الطبقة السياسية خايفين أنت ليس دا تتهم السيد محمد الحلبوسي بهذا الموضوع يعني أكو خوف يا أخي السنة خايفين الكراد خايفين يعني دا تقولي على وزارة التجارة يعني خايفين يا أخي يقول لك أنا ما أخاف أتحمش يا أخي أنا مكوني دا ينتظر من عندي هواية إنجازات وغيرها ما أقدراني يروح شوف الرماد يا أخي شوف الشغل وغيرها وشوف المناطق اليوم بالأمبار وبالغربية يخافون يا أخي على مكونهم ماذا يدرون من الأسماء وشنو اللي راح يصير يجوز كلهم يطلعون شيعة يجوز كلهم يطلعون كرد ماذا يدري شنو الترتيب اللي راح يصير لذلك أكو عدم ثقة هي هذه السبب النقاشات وغيرها من على الأقل من تحالف القوى مثل ما جبناهم مثال الآن يا سيدي الكريم كيف ترد استاذ أحمد كل الكتل السياسية ما أخذ حصتها وأكثر كل الكتل السياسية تعرف الإلهة والعليها وفق الاستحقاق الانتخابي لا تقل لي يجو واحد من أجل مصلحة الشعب لا أنا أقول لك شوف اليوم في صلاح الدين وهذه معروفة بالإعلان ظهرت أربعة آلاف موظف في وزارة الصحة تم قطع رواتبهم 2017 2018 2019 يا بليش والله طلع دولا ما متعينين زينا منين شو تططهم رواتب كانوا ينطوهم من الإعانات المخصصة للعمار حتى يساهمون بالانتخابات أخي إحنا من هو يا سياسي محروف قلب على بلده أما تقل لي أنت مخاوف المخاوف تبددت الناس الكتل الكتل الشيعية خلس أسميه كياهي شي قالت بالفم المليان نحن متنازلين عن حصتنا إذا تنازلوا إذا تنازلوا الكتل السنية والكردية هذا شرطهم طبعا شوف إحنا يحتاج لنا وفاق وطني الوفاق الوطني نسوي حكومة بعيدة عن التحاصص بعيدة عن المحسوبية بعيدة عن تقاسم السلطة ونجيبنا ناس والدوادي مخيرين يشتغلون بالمرحلة المقبلة يخدموك إليك ويخدمون ابن الأنبار وابن بابل وابن أربيل وابن البصرة ونطلع بحصيلة ما معقولة إحنا نظل لحد الآن إحنا مذكاربين على هذه الوزارة والله بيها عقود وهذه الوزارة ما بيها عقود وإيها المشكلة المشكلة إحنا لازم نغادر يجب أن نغادر المفهوم المحاصصة ونعمل على مفهوم بناء دولة زين شون تضمن أنت حق المكونات دكتور يعني حلينا نغادر المحاصصة آن ياك هسا شوية شنو النظام أنت اللي رح تمشي عليه لأن تدري إذا صاروا أغلبهم من المكون السني حيقول لك يا أبا سيطروا السنة على الحكومة أغلبهم من المكون الشيعي يا أبا الحكومة صارت شيعية وغيرها رح تسمعهم لا أنا ولا أنت ولا غيرنا رح يقدر يغير هالمفاهيم رح تنكتب ورح تنشر شون تضمن حقوق هذول المكونات وهذول السياسين وهذه الكتر السياسية بعديل إذا غادرنا المحاصصة آن ياك هسا اللي رح يتم التصويت عليها يوم الخميس اتفقوا كلهم وقد قام وزير خارجية أمريكا بتهنئة علاوي محا على انجاحه في تكملة تشكيلة الانتخابية والمزارية هو ما هنأ دكتور رح يتفقون ما هنأ دكتور يعني رحب رحب الخطوات اللي يسويها ما هنأ لا لا أيوه يعني من طالما رحب معناها انه اكو نوع من الموافقة او مثلا نوع من الدعم والدليل على هذا اليوم تشكيل لجنة برئاسة السيد حسن الكعبي ومؤلفة من سيد محمد الشاع السوداني وسيد افيان ومدير الدائرة القانونية وشخص ايضا اخر هذا كل يعني دلالة على انهم اكو اتفاقات اتفاقات انت تريد تقلي انه الكتل السياسية اتمرر شخص اذا ما هو جاي من جو عبايته بس كل الاسماء اللي اختارها لحد الان كل المؤشرات من كل الاجتماعات من كل الكلام انه فعليا هو لا من الكتل السياسية ولا من الاحزاب خلص هذه الاسماء انا جايبلكم اياها يعني وهذا رح ينثبت يوم الخميس يا سيدي الكريم يوافقونه بس هما مو من عندهم يعني شنو المشكلة ما عندنا ما عندنا مستقل حبيبي استاذ احمد ما عندنا مستقل ما عندنا مستقل وما يجي المستقل وما احد يصوت عليه هس احنا ليش الخميس قريب ونلتقيان وياك يوم السبيت بهذا المكان ونشوف حتى لو جوا دوله مستقلين احنا دكتور بس دريد حتى نوضح للمشاهد الكريم حتى لو جوا ساد احمد للمشاهد الكريم هذا لا لا علاقة بحزب ولا لا علاقة بكتلة يعني معقولة انت السيد محمد علاوي دكتور السيد محمد علاوي يغلطيه شي غلطة ويجيب مستقلين وكل هذه الوعود والتعهدات يتعهد بيها اكثر من ثلاث مرات بهذه الشغلة تالي يجيب ناس من كتل سياسية غير معقول يا سيدي الكريم اي شخصيات غير معروفة بس انت حتى لو ساد احمد خلينا نكون واقعيين انت تجيب وزير مستقل ماشي تجيب وزير مستقل وقعده على كرسي الوزارة زينو هاي الحواشي شلون الوكلاء شلون مدراء العامين شلون من مدير عام وفوق كلها رح تضيير حبيبي احنا بلد مكونة من مدير عام وفوق رح تضيير من مدير عام وفوق رح تتغير شنو مشكلتك انت ليش معترض هاي عودة تغيرت استاذ احمد خلي قلك شغلة عدنا 48 ألف بهم بدرجة مدير عام عدنا 531 ياخذون راتب وزير هاي شوفوا بها ما تنتهي بليلة وضحاها يرادلها انا اقللك اليوم امام السيد عادل السيد علاوي فرصة ذهبية انه يمضي في تشكيل كابينته ويدعو الى انتخابات اللا تتجاوز العام مثل ما ذكر السيد مقتدى اليوم في احد تصريحاته دينو سيد عادل عبد المهدي ليش مسوه شي على هذا الموضوع اما انت تصور ليش ما مسوه الموضوع ما عنده بعد فرصة يشتغل بيها سيد عادل عبد المهدي صال لسنة قاعد ليش ما اشتغل بهذا الموضوع برأيك يعني ما كان استهلت مهمتها سيد محمد علاوي بما انه هالأرقام الفلكية اللي حضرتك تفضلت بيها الان من مدرع عامين وغيرها كان قدر يشتغل ليش ما تركها للموضوع نهائيا وخلاها عصف ما 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 يخلوا يشتغل يا عيني والله وداعتك شوف كل رئيس وزراء هو الموضوع مو بالاسماء الاسماء مو مشكلة الموضوع في البرامج برامج السياسية يعني اليوم كل الكتل السياسية اللي جدتي وشاركت بالانتخابات قدمت رؤاها وقدمت برامجها بالأخير تم اختيار السيد عادل عبد المهدي السيد عادل عبد المهدي قدم لهم برنامج الحكومي هاي شالقد تقريبا بال بالألفين صفحة المشكلة هاي اي وزارة يحتاج لها آليات ويحتاج لها تعاون المشكلة ما احد يتعاونوا يها وبالأخير هسا كلهم تخلوا عنه دكتور عباس ياهو اللي يجي يقول انا ما داعنا واني مو يا واني مجبتي واني حتى لا اطلع من الموضوع وخلاوا رجالوا حيدي انا حتى ما اطلع من الموضوع اعتدري القائد عادة وصاحب أعلى قرار يتخذ قرار يتخذ قرار اليوم القرار يطلع فلان قرار يتبدلون فلان وفلان وفلان هسا اذا ما تبدله او تبدله هذا بحث آخر ونقدر نقول ما تعاونه والرجال ما اتخذ قرارات يا سيدي الكريم ما اتخذيش قرارات الرجال رجال كان مغلوب على امره ما يقدر يتخذ اي قرارات احنا يرادلنا رئيس وزراء شجاع اذا ما يجي رئيس وزراء شجاع ما يقدر يشتغل اي شغلة رئيس وزراء يرادلنا احنا حتى يرادلنا شخصية قادرة على التوازن بين بين ما موجود بالداخل والخارج اذا ما تجي هاي الشخصية انا اعتقد السيد علاوي الان امامه فرصة بما انه سلموا الى الامر وقالوا الاختار مستقلين وخلي الروحوا يا هذا المستقلين حتى نشوف الاسماء عليها ان يعمل امامه فرصة سنة يعني وما عنده غير هاي السنة خلال هاي السنة يقدر من خلالها يثبت وجوده في اجراء انتخابات عادلة ومنصفة ومن ثم يذهب الشعب العراقي لاختيار قيابته من جديد وبالتالي هو يتحمل المسؤولية زيب بس هذي شون راح تخلص خلال سنة يعني تدري يتري يوم الانتخابات من تتحكي بيها هذا يمكن اصعب ملف انت قاعد تتحكي بيها سيدكتور عباس يعني حتى لو انت رحت الى انتخابات مبكرة شونه اللي يمنع فشل هذه الانتخابات في ظل اطراف وكتل واحزاب تعودت على التزوير تعودت على اللعب تعودت على النقاشات والغاء حرق الصناديق وغيرها ليه لا يدري منه اللي حرق الصناديق باخر الانتخابات المرحلة القادمة اعتقد بيها نوع من الاختلاف استاذ احمد اليوم الشعب العراقي واعي الشعب العراقي فهم اللعبة يعني اليوم اي واحد اي واحد تلقى بالشارع بامكان يحللك الوضع السياسي مثل مااني هسا دا حللك هؤلاء الناس بعد ما تنطلع عليهم هاي للاعيب ما تبشي تجيب لبطانية تنطي كارتب الخمسة ادزل صوبة للبيت ما يمشن بعد انا اعتقد اليوم امام الشعب مسؤولية كبيرة هو بالاختيار ومن ثم اذا كان الشعب خرج واستطاع ان ينتخب الشخصيات المحترمة واكو مفوضية مستقلة لين المفوضية جلوها من القضاءات ما اعتقد بعد يقدرون يحرقون الصناديق هاي المرحلة انتهت اليوم اكو الشعب الشعب واعي عرفوا اللعبة نفس الشي يطلع تظاهرات ويسقط اكبر حكومة احنا نقول اليوم على السياسيين ان يراعون يعني هذا الشعب اللي تعب اللي جاهد اللي قاتل اللي قدم تضحيات وان يسعون الى تقويمة في هذه المرحلة طيب بس بس دكتور عباس اريد اذكر حضرتك بشهوة انت الان تحكي بالانتخابات مو حتركز على هذه النقطة حتركز على هذه النقطة دكتور لانه هذه النقطة كلش مهمة هذه مهمة السيد محمد علام لكن احنا شوكي ما ضلينا نفكر اريد والله وزارة المالية حتى الرواتب تجيني طيب دكتور عباس اريد وزارة التجارة جميل حتى اخذ العقود زيب بس دكتور عباس يعني احنا حتى نكون واضحين شوية قضية الانتخابات اللي حضرتك الآن تفضلت بيها يعني تدري اليوم المتظاهرين رافضين القانون الانتخابات والدليل الرسالة اللي دزوها صوتك ما ما دسمعه طيب يبدو عدنا مشكلة طيب فلذلك احنا اليوم فعليا التظاهرات يوم غدوا بالحديث عن الانتخابات المتظاهرين اللي حتى الآن ما ابدو نوعية سعادة او فرح من قانون الانتخابات والدليل انه الرسالة اللي دزوها الى انتونيو جوتيرس بطلب تدخل الامم المتحدة وغيرها كانت واحدة من الاعتراضات انه قانون الانتخابات يتبدل ويجي قانون انتخابات عادل ومنصف وهذه طبعا بحد ذاتها فت قضية شبيرة معناتها السيد محمد علاوي قد يدخل بهذا الملف ولازم يتصرف بشي بقانون الانتخابات الحال اشقد صارت كلام زين واشقد انه ناس فرحت وقالوا والله تغير قانون الانتخابات اتغيرت مفوضية الانتخابات لكن الوضع يبين بي انه لحد الآن المتظاهرين مراضين على قانون الانتخابات وهو لا هو عادل ولا هو منصف بالنسبة للمتظاهرين اذا نعود الى الدكتور عباس دكتور عباس هل تسمعوني لان اسمعك اسمعك واضح استاذ احمد دكتور السؤال كان بسيط واحنا دي نحكي عن الانتخابات تدري المتظاهرين سمعت سمعت اللي خص بقانون الانتخابات نعم يعني مراضين مراضين المتظاهرين رسالتهم الانتونيو جوتيرس الامين عام الوامن الانتحدة يقولون ان احنا مراضين بقانون الانتخابات هذا اللي حضرتك كدت تحكي به شن الفايدة من هذا الكلام يعني القانون الانتخابات الجديد اللي هو كنا نتمنى يكون مية بالمية وليس خمسين بالمية هذا القانون الان هو ترى موضوع الرفوف بعد ما تم يقراره بشكل نهاي من ضمن التعهدات اللي تعاهد بها السيد علاوي انه يتم اعادة ملاحظات عليه ومن ثم جعله يتلاءم مع متطلبات الجماهير المتظاهرة اعتقد هذه حالة ايجابية ايضا من ضمن الامور اللي طرحها انه الانتخابات راح يتم العمل الها من الان المفوضية موجودة انا اعتقد اليوم اذا تم اه اه تقديم قانون انتخابات مرضي سيتم بموجبة اختيار شخصيات بالمستقبل ربما ربما نستطيع ان نقلل شيء ما من المحاصصة زين هذه الايام اللي جاية دكتور عباس اشقد راح اتخفف من عملية التجاذبات والاختلافات بين الكتل السنية والكردية من جهة والسيد محمد علاوي وحكومته راح نشوفهم للحظة ما في ساعة ما يتغير رأيهم ويتغير كلامهم ويمررون الثقة للسيد محمد علاوي هل هذا الوقت كافي لهم ان ياخذون هيج موقف له انت تعتقد راح يصرون على موقفهم لان على ما يبدو تحالف القوى العراقية مصر على موقفه وما راح يغيره نهائيا وبدأ يحكي بالتظاهرات والمتظاهرين في الشارع انا اود ان اشير الى ملاحظة استاذ احمد جدا مهم هذا سؤالك المتظاهرون السلميون ليجي واحد هسا ويركبوا الموجة من السياسيين من غير الجهات ويقول هاي التظاهرات احنا راح نقيرها انها لا هذول ابناء العراق المتظاهرين السلميين راح اقللك يهم بين قوسيا هذول خرجوا من اجل مطاليب عادلة ومطاليب مهمة خارج هؤلاء الذين كانوا يعبثون بامن البلد لا يجي اي واحد من الجهات السياسية وينسبهم الى هذول ما ينتسبون الا للعراق هذول الشباب خرجوا من اجل وطن لذلك انا اقول اليوم السيد عادل عبد المهدي العافو سيد سيد علاوي هو قدم من خلال الاربع طعش نقطة تعهداته وذلل كثير من المخاوف لدى الكتلة الكردية ولدى الكتلة السنية ما بقى عذر يعني شلون انتم تردون البلد يظل فوضى يبقى البلد في هذا الصراع يبقى البلد في هذه الدوامة يعني اليوم اليوم استاذ احمد اكو ناس ناس تلها الجوع دي يقول لك انا باقليم كردستان اختار اللي يمثني في بغداد ما يصير انت تختار نيابة عني وتخليه يتصرف بالشي اللي ما يصير اكو قانون واكو اليوم الاجتماع كان واضح من نص صبح بين حكومة الاقليم والاحزاب السياسية الكرد واضحين بهذا الموضوع يا سيدي الكريم يعني ليش الروح يمنوا يسرع يردون وزارة يردون وزارة المالية حتى يمررون فليساتهم لا احنا هاي ما تنطلع علينا اذا يردون وزير احنا ليش احنا انا سبق وانا تحدثت وهاك استاذ احمد احنا مشكلتنا شنو مشكلتنا الوزير اللي يصير يصير ملك للحزب لا احنا ريد نعبر هاي المرحلة الريد الوزير يصير وزير للعراق باي فكر لا بكتلته ولا بطائفته مصرين يردون وزارة المالية شبيها وزارة المالية ليش يردوها خلوا يخلون ياخذون غير وزارة لا اكو احنا موليوم الكتلة اللي يصر على وزارة هذه بيها ميت انة واحنا بدليل على هذا اقليم كردستان 13 مليار يعني 13 مليار دولار النفط لعام 2019 ما سلم ولا فلس للحكومة الاتحادية لحد الآن وهاي السنة بدت بشر ذانوا نفس الشي بس دكتور هذي ما تعتقد هي مسألة تفقه هي مسألة تفقه أكثر مما هي أي شي مثل أنا ما عرفك الآن ونت تقولي أنا رح أسوي لك كذا ورح أسوي لك كذا وحضل في شك من أمري دكتور عباس سمعته طيبة وإنسان راقي وعنده شهادة وعنده كذا لكن أنا بعدني متخوف ما مجربه قبل ما تعتقد هو هذا يمكن هو هذا إذا ريد انبسط الأمور هو هذا الشعور اللي دي يجي للكتل السنية وللكتل الكردية بهذه المسألة بالذات بالوزارات يعني أكو هذا القلق اللي دي يخليهم أنه والله خاف الضيق علينا أو صير عمليات عزل للمكون أو غير هو تروح حقوقنا ما تتصور هو هذا قد يكون هو هذا السبب الأكبر وداعتك أستاذ أحمد هما فقط مختلفين بالإعلام وورا الإعلام يضربون مفلطح وما يدرون بالدنيا وين وورا الإعلام كلهم أصدقاء يقعدون ويسهرون وأحب أعزاء ويتحاضنون فقط أمام الإعلام صار 16 سنة أستاذ أحمد 16 سنة هاي الخلافات والمخاوف ما تبددت 16 سنة بعدهم واحد خايف من الثاني مهمة كانوا معارضة وكانوا بأوروبا وكانوا بغير دول وإجوا وقلنا أهلا بجيتهم والله هذولا كلهم أصحاب كفاءات يعني 16 سنة وبعدهم واحد ناصب للثاني كمين الله أكبر لعد الشعب العراق عند من يشتكي طيب إذن حقيقة الوقت انتهى للأسف الشديد كان معنا مغداد رئيس مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية دكتور عباس الجبوري شكرا جزيلا على حضورك اليوم دكتور شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد إذن مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش موسيقى 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 أهلا بكم من جديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصل برئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي اتصال هاتفي البارحة وهذا الاتصال طبعا أثار حفيظة الكثير من الأطراف الموجودة في العراق أبرزها هي الفتح وسائرون كون أن هذا الاتصال إجا قبل تمرير الثقة للسيد محمد علاوي مثل ما ندري الجلسة يوم الخميسية لتمرير الثقة لكن قبل هذا اتصل ببومبيو على هذا الأساس اعتبروه فالتدخل وقح من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بعد الرجل لحد الآن بلا صلاحيات لحد الآن الوضع الداخلي بعده ما مستقر بالنسبة للسيد محمد علاوي ونوع من التجاوز على السيد عادل عبد المهدي أيضا لكن بهذا الاتصال اجدت هواية تفاصيل نشرتها الستريت تايمز وأيضا نشرت بتغريدة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إذا تقدر تخلينيها الزميل المخرج أهم التفاصيل اللي نشرت بهذه القضية هي قضيتين مهمة نحش بيها بهذا الاتصال يعني مايك بومبيو طلب من السيد محمد علاوي أنه العراق يلتزم ويحمي المنشآت الأمريكية السفارات القنصليات القواعد الأمريكية وغيرها وطبعا هذه بحد ذاتها فقصة كل الشبيرة وأيضا نحش بيها في قضية الانتخابات المبكرة لأن السيد محمد علاوي تعهد بانتخابات مبكرة طبعا وهو السيد مايك بومبيو يعني رحب بقضية الانتخابات المبكرة وإن كانت هي قضية داخلية فعلية لذلك يعني إذا رجعنا إلى الموضوع المهم اللي هو قضية حماية المنشآت الأمريكية طبعا هذه خلونا لا ننسى أنه السيد عادل عبد المهدي أخفق تماما بهذا الملف وما قدر يمنع لا صواريخ الكاتيوشا ولا قدر يمنع الفصائل المسلحة من أن تستهدف القواعد الأمريكية والسفارة الأمريكية بالعكس زادت مقلك لذلك أكو قلق من هذا الموضوع أنه القوات الأمنية هي نفس القوات الأمنية جهاز مكافحة الجهاز المخابرات عفوا العراقي هو نفسه القوات الأمنية العراقية هي نفسها مش قدر رح تتغير هذه الأمور في فترة السيدة محمد علاوي وخاصة في ظل تقارير كثيرة تشرت خلينا شوية نرجع إلى قبل التظاهرات في ظل هذا الموضوع يعني أكو بها مشكلة بهذا الموضوع وخوف أنه ما يصير نجاح بهذا الملف بالذات يعني الواشنطن انستيتيوت على سبيل المثال خلينا يا هزمين المخرج خلينا نشوف شنو اللي قالته الواشنطن انستيتيوت بتاريخ 14-8 يعني اعتبرت أنه الميليشيات تهدد مو بس الأمريكان إنما الحياة العامة بالعراق كلها مهددة وتنظروا بالشركات والمستثمرين والسفارات والقنصريات مثل ما قلنا واعتبرت هذه الميليشيات أصلا تتطبق إرادة إيران وبعد هذا أيضا يعني بتاريخ 8-5 2019 هذه كلها قبل التظاهرات أنا أحكي لكم شون الطرف الأمريكي يحكي عن الميليشيات أو الفصائل المسلحة الموجودة بالعراق شون هي تتسبب بكل مشاكل يعني قال بأنه العملية الفاصلة بين أمريكا وبين إيران هي الميليشيات في العراق طبعا هذا الطرف الأمريكي لكن الطرف الآخر اللي هو اليوم صرح بهذا الموضوع السيد حسن سالم عن صادقون يعني كان عنده تصريح اليوم قال ستكون هناك مسائلة قانونية لعلاوي أمام مجلس النواب بحال عدم تطبيقه قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد هذا التصريح طلع بعد اتصال مايك بومبيو بالسيد محمد علاوي فتخيلوا وشنو نوعية الضغط يعني الطرف الأمريكي يطلب شيء والأطراف والكتل السياسية الموجودة بالعراق تطلب شيء آخر تطلب بند إخراج القوات الأجنبية وهذا أهم ما في الموضوع النقطة الثانية اللي نحجت بها واللي هي المهمة اللي هي عن المتظاهرين أثناء هذا الاتصال أنه لازم يتم تقديم القتلة ومحاسبتهم طبعا بالقضاء العادل وهذا الأمر نحجه به بالهاتف وطبعا نحن نتذكر الشخصيات اللي تهمتهم أنه كان لهم علاقة في عملية الاعتداء على المتظاهرين وقتل المتظاهرين وخطفهم فمن يدري آدي يعني حقيقة هل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحجيها على الهامش هل راح يكون أكو تقدموا بهذا الملف هذه ملفات صعبة وخطيرة وأكو أطراف تعتقد أنه ما راح يصير هذاك التقدم الكبير بهذه الملفات بالذات إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد أستاذ مفيد لماذا هذا الانزعاج من اتصال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو خاصة من طرف الفتح وسائرون وصادقون همين بعض التصريحات هنا وهناك لماذا هذا الانزعاج هل تعتبر فهذا أخبار زينة أنه في الطرف متصارع مع إيران واشتباكات داخل العراق يعني نوعا ما خلص قبله بالواقع العراقي وأن كان هم العراقيين الأولى بذلك لماذا الانزعاج من اتصال عادي يحكي عن أمور فنية وبناء خطة إلى الأمام نعم تحية طيبة لك وجميع مشاهدكم طبعا أصبح للأسف العراق جزء من المعادلة الإيرانية الأمريكية في الساحة في منطقة الشرق الأوسط وهذا يجب علينا أن نفكك هذه المعادلة ونذهب بعيدا لماذا نحسب المكون الشيعي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا خطأ إعلامي وخطأ فاضح في واقع المفهوم السياسة العراقية يعني ماذا الأغلبية الشيعية الموجودة اليوم من مواطنين ومن طبقة سياسية أن تأتي وتصنفهم على الجمهور الإسلامي الإيراني هذا غير غير حقيق وغير واقع يرجعنا للمربعات طائفية وفي نفق مظلم ولماذا نأتي ونصنف المكون السني تحت العباء السعودية أو التركية والأمريكية هذا أيضا يعني المعادلة خاطئة تراد منها تضليل الرأي الشارع عام وأيضا نرجع لنقطة الصفر ما بعد 2003 إلى واقع احتقان طائفي نعم نرفض إذا كان هناك تدخلا سعوديا أو تدخلا إيرانيا اتصل في السيد محمد توفيق علاوي قال عليك أن تفعل واحدة اثنين اثلاث هذا تدخل سافر غير مقبول لا من إيران ولا من تركيا ولا من السعودية ولا حتى من الولايات والتحدة الأمريكية لماذا نقبل ندخل من الولايات التحدة الأمريكية عفوا نستاذ مفيد في الشؤون الداخلية ونرطل من مشروعات الدول الجوار طيب بس احنا نريد نكون دقيقين شوية اليوم يعني هو ترحيب بخطوات السيدة محمد علاوي وليس أنه عليك وعليك طالبوا التزام العراق بحماية المؤسسات يمكن هذه أشد نقطة احنا اللي اللي حتشينا بها الآن يعني ما قلة أنت عليك وعليك لا هذا بالإعلام طبعا واقع الحماية المؤسسات والمباركة لكن من خلف الكواليس أمور أخرى كان من خلف الكواليس هي تأجيل إخراج قواتها أمريكية من العراق وأيضا كان هناك ربما شمل على تقليصها في القواعد في تل أحفر وفي بلد وفي التاجي وأيضا في بغداد كان هناك تقليصها وربما حتى إخلاء هذه القواعد والذهب إلى عين الأسد وإلى القواعد في شمال العراق في قريم كردستان هذا موجود ربما في الخفاء لكن في العلن بالتأكيد هي مباركة وأيضا حماية وهذا ربما مطالب عادية ومقبولة لكن لا تنسى سيد الفاظ هناك حساسية من واقع التدخل الأمريكي وأيضا كان هناك مظاهرات منددة بخرق السيادة العراقية بقصفها واستشادة بمهدي المهندس والحاج قاسم سليماني واستهداف السيادة العراقية لا نسى هناك أيضا استهداف للسيادة العراقية والحساسية والستراتيجية على الأرض العراقية وتدفع أموالها من الشعب العراقي إنها أكثر كثير من النقاط التي ربما تجعل الواقع على حساسية ربما أيضا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لجعل الساحة العراقية ساحة تصفيت حسابات مع خصومها مع الجمهور الإسلامية إيرانية وربما حتى مع الأثرات على حساب الساحة العراقية نحن في صورة عام نريد أن نذهب بهذا لا نقبل بها جميل بس خلينا شوي نحكي منطقة تدري اليوم السيد محمد علاوي عنده سنة خلينا نفترض جدلا أنه رح يمررون الثقة للرجل يوم الخميس وهذا اللي يبدو اللي رح يصير وما ندري حقيقة ما نقدر نجزم بشي اليوم لكن الرجل خلينا نفترض أنه صار وخلينا نفترض أخذ ببند إخراج القوات الأجنبية ووقع على ذلك تدري باتفاقية الإطار الاستراتيجي يرادرهم سنة حتى يطلعون وهذا عمر حكومة السيد محمد علاوي يعني ما تعتقد الموضوع بحد ذاته رح نكون على الحافة وإحنا القوات الأمريكية ذا تطلعوا وإحنا في مرحلة تغيير وانتخابات مبكرة وما ندري بهذه الانتخابات شنو من تداعيات يصير بيها البعض يعتقد لازم نتأنى وننتظر الحكومة ما بعد السيد محمد علاوي حتى نقدر نمشي بهذا الموضوع بشكل تدريجي صحيح وعلى الأقل رئيس عنده أربع سنوات يشتغل لهذا الموضوع نعم نعم اتفق بياك بهذه الجزئية يعني ما لواء اليوم نأتي ونقول إخراج قوات أمريكية بالجملة من الساحة العراقية هذا أيضا ربما من الخطأ الفادح لماذا خطأ أنا توقع ليس قصورا في الواقع العراق لكن نريد ننظر على المكامل القوة والضعف الموجودة لدى الطرف الآخر الأمريكي ومع الساحة العراقية بالذات نحن كحكومة عراقية ودولة العراق تفتق لأكثر من الأمور الأول هو عدم وجود توافق وانسجام داخلي نحو هدف محدد هذه وحدة اثنيا لم نمتلك منظومة إعلامية أو منظومة سياسية قادرة على رد الهجمات أو الحرب النعمة تمتلكها الطرف الآخر ثلاثة عندنا ملف ربما ملفين شائكين هما ملف الأقلمة المنظر السنية وملف الآخر ملف الانفصال لدى أقليم كردستان وهذه ملفات ربما شائكة ومعقدة لا يمكن اليوم أن نواجهها في ظل فوضى سياسية وفوضة شارع وفوضة مطالب وفوضة نعيش الفوضى بحد ذاتها في هذه الساعة ونعيش أيضا أزمة ثقة ما بين المكونات السياسية هذا لا تجعل أن اليوم نذهب باتجاه طرد القوات واخراجها من الساحة العراقية متى ما أصبحت لدينا منظومة إعلامية حكومية ومؤسساتية حقيقية تستطيع رد الشاعات ورد الحرب النعمة نستطيع مواجهتها متى ما أصبح هناك زرع الثقة ما بين المكونات المشكلة للدولة العراقية نستطيع هذه النقاط قوة نتكلم بها متى ما نستطيع أن نغادر الواقع المحاصصة والتوافقات السياسية وهذا الوتر الطائفي والقومي نستطيع إخراج قوات طيب لا ليش ليش كنت لدينا حكومة أقوى من حكومة سيد محمد توفيق علاوي بس ليش كتلة صادقون دي صرحون اليوم يقولون بعد هذا الاتصال بالذات اللي صار بين بومبيا والسيد محمد علاوي يقولون سيد محمد علاوي رح يدخل في مسائلة قانونية في حالة عدم إخراج القوات الأجنبية والسعي بقرار البرلمان اللي أقروا يعني كتلة صادقون شنو اللي ببالهم من هذه القضية ليش دي يسحون لهالموضوع من الأساس سيد الفاضل بالتأكيد كتلة صادقون من فصال المقاومة ويجزء من هيئة الحج الشعبي وقاومة الأمريكان مدى الدخول من 2003 والحد هذه اللحظة وقد قبل ربما 50 يوم من الآن من هذه الدقيقة استشهد أحد قادة الحج الشعبي وعلم من علام المقاومة الإسلامية الحاج أبو مهدي المهندس وحاج قاسم سليمان ومن معهم قصفت اللواء 45 و46 قبل هذه الحادثة ولا زال تستهدف هذه المنظومة وتستهدف هذا المكون أنا داحتي منطق سياسي أستاذ عمو في أنا داحتي منطق سياسي منطق اللي داحتي ليش كتلة صادقون ما عدوا هذا المنطق فلا نستغرب من تصريحات السيد حسن سالم بخراج قوات أمريكية في واقع واليوم سيد الفاضل إذا تلاحظ كل العذر للسيد حسن سالم لأن في حالة التظاهرات عندما حدت تظاهرات وأصبحت إلى مرحلة السخونة في الشارع العراقي تنصل الشركاء الآخرين من الكرد والسنة وقالوا هي مشكلة الشيعية الشيعية ونعرف من خلف هذا التظاهرات وكيف تحرك هنا وهناك وكيف أصبحت عصابات جوكر الإجرامية المدفوعة والمدفوعة من السفارة الأمريكية أخذت تحرق وتقتل في المظاهرات هو المؤسسات الدولة خيخشية وحرص من جناب السيد حسن سالم على الدولة العراقية وأيضا على واقع العملية السياسية الحالية أن يطلب هو من تكليفها الشرعي هو يرى تكليفها الشرعي والقانوني والإنساني إخراج القوات الأمريكية ولا يقبل وجود احتلال ولا يقبل لا أنت تقبلها ولا أي قياد موجود على الدول العراقية يقبل الاحتلال القادم وحسا لازم يطلعون أنا قضية المنطقة السياسية سيد حسن سالم ماعدنا اعتراض على كلامه بس بهذه الفترة عندك مشكلة إذا أنت تحركت خاصة هذا القرار بحد ذاته هواية من المكونات مثل ما حضرتك تفضلت يعني القرار لم يكن بالنسبة لهم عراقيا كاملا يعني كتل السنية أكو أطراف تقول لك هذا إحنا ما موافقين على هذه الكرد يقول لك إحنا ما موافقين يعني أكو مصالح وأمور إحنا ما موافقين عليها نهائيا بالإضافة إلى ذلك يعني محاسبة السيد محمد علاوي هو عنده سنة على هذا الموضوع يعني أين المنطق من هذه القضية كلها دعم السيد محمد تفريق علاوي ربما اليوم بين المطرقة والسندان بين واقع الحكومة العراقية وفصال المقاومة وأيضا ما بين الأخوة المكون السني السياسي والمكون الكردي السياسي في إبقاء وإخراج قوات الأمريكية لكن هما وصلوا إلى ربما نقطة ترضي الجميع هو أخراج القوات الأمريكية فأم من قاعدة التاجي وبلد وتل عفر هذه المنطقة تعتبر من كانت تمارس عمليات غصف على أبناء المقاومة والحج الشعبي فوصلوا إلى هذه النقطة والحل الوسطي في هذه المرحلة حتى اليوم أنا اليوم نجل لإخراج قوات الأمريكية حالا هذا أيضا ليس من المنطقة اليوم أطلع اليوم من الساحة العراقية ومون جاعد يومي بغرفة وفتح الباب وطلع بره هناك أيضا فوق عربما التفاقية تقول سنة نعم حرص السيد حسن سالم على وفق الأطر القانونية والدستورية إخراج القوات الأمريكية السنة لكن إذا ذهبنا باتجاه التراخي كما ذهبنا في السنوات السابقة عندما تشكل التحالف دول المحاربة الداعش انتهت الحاجة منه بعد إعلان النصر ولا يجد هناك عصابات ولا يجد هناك معارك مع داعش فلماذا وجود هذا التحالف الدولي الذي يدفع العراق أمواله وقواعده في العراق واستباح الواقع ويعتبر جزء من الاحتلال من قوات الجنبية الساحة العراقية ذهبنا باتجاه التغاضي عن هذا التحالف وذهبنا وانشغانه بالأمور السياسية حرص السيد حسن سالم المتابعة والضغط في هذا الملف حتى إخراج هذه القوات وأيضا جدولتها وأيضا السعي باستمرار في إخراجها لكن إذا ذهبنا بأن نتغاضى عن الاتصال ونتغاضى عن وجود قاعدة ونتغاضى عن وجود قصف بس استاذ مفيد أكثر وعجب إذا تسمح لي نعم ستغير المعادلة أكو شغلة أهم البعض يقولون يعني من العقلاء ومن الخبراء يقولون المفروض احنا نتوجه إلى حصر السلاح بيد الدولة أول شي وهذه طبعا رح تضمن هوايا أطراف هوايا أطراف إذا المكون السني أو غيره من تجارب سابقة سيئة أو غيرها عاشوا بيها رح يقول لك والله فعليا صار حصر السلاح بيد الدولة صارت الأمور أكثر مركزية والجيش العراقي صار قوي إحنا لها سجيشنا على الرغم من قوته وشجاعته وبسالته لكن تقنيا لا زلنا من الناحية الجوية وغيرها هوايا أكو توقعات أن نحن ضعفاء بعدنا هذا المجال نحتاج حلف النيتو نحتاج إلى التدريب وغيرها حصر السلاح وتسليح الجيش وتمكينه أكثر هو اللي يضمنك خروج سليم للقوات الأمريكية وبعد ما ترجع علينا مثل ما رجعت بالألفين و 14 فترة تنظيم داعش الإرهابي هذه العاملين ما تعتقد هي المفروض أول شي نشغل عليها قبل أصلا إخراج القوات الأجنبية حتى نضمن سيادة العراق بشكل مضبوط نعم واقع تحدي الملكية لا تريد تسليح الجيش العراق وجعلها قوة قوية واقع على تمسك الساحة وتمسك الملف الأمني ولاحظنا قبل عام 2014 صفقات السلاح أين صفقات الطيرات 2014 وهذا الصفق أين هي أين التسليح بالدبابات وغيرها الكثير من الملفات التسليح غادرها العراق وذهبها باتجاه دول أخرى لم يفي بعود الجانب الأمريكي بالتسليح ولاحظنا عندما كانت هناك الوفرة المالية وكان هناك أيضا التدريب للقوات أن كيف استباح داعش قدرات الجيش العراقي واحتلث المناطق العراقية ملف حصر السلاح بيد الدولة هذا الشعار فضفاض يراد منها إشعار الفوضى هسذا قل السلاح وأين السلاح المنفلة الموجود تقصد فصال المقاومة والحج الشعب والحج العشائري والبيش مرق كلها أصبحت ضمن سياق الدولة ضمن قانون نعم بس عندك فصائل خارج إطار الدولة أستاذ مفيد 5% مثل ما قال السيد عادل عبد المهدي مثل ما قال السيد عادل عبد المهدي أكو 5% من الفصائل خارج إطار الدولة هذول اللي مطلوب حصر السلاح بيد الدولة منهم هم العشائر اللي موجودة بالجنوب غيرها سلاح منفلة سيدي الكريم سيد الفاضل إذا نريد أن نركز على 5% ونترك 95% من الإنجاز ومن هذه القوة التي هزمت داعش واستبحت الأرض والعرض وحررت المناطق من براثن داعش كان المجتمع العربي والمجتمع الدولي يتفرج كيف داعش يستبيح وكيف يغتصب وكيف ينتهي سيادة وعراض المجتمع الموضوع لا سيد الفاضل ما أقل صواريخ الكاتيوش على السفارات في المناطقة الخضراء أكو ضربات على الستوتة وصواريخ وغيرها ومنصات وخلية الإعلام الأمن واضحة وجابت كل الصور هاي الخمسة بالمئة هذا الشغل الخمسة بالمئة اللي نحكي به الآن هذا لو ينحصر السلاح بيد الدولة كل هذا ما يصير سيد الفاضل انت تركت الخمسة وتسعين بالمئة ما تركتهم والله استاذ مفيد ونتهب مع خمسة هذا ليس معنى أبرر أن وجود هناك السلاح منفلت من قبل الكاتيوشة حتى الصواريخ الكاتيوشة اللي طلقت على قاعدة الكيوان كان هناك من عصابات داعشة إجرامية وليس من ما يتصور حتى بعض الصواريخ اللي طلقت على مطار بغداد الدولي من عدها كان هناك تحت إشراف الولايات بتحتها الأمريكية وحتى الكاتيوشة تطلق على السفارة الأمريكية كان هناك من طرف خارج ما تسمى فصال مقاومة الحج الشعبي اليوم سيد فاضل هالي منظومة فصال مقاومة تنتلك سلاح أقوى يعني هل سخل أنطيك مثال خل أنطيك مثال لحضرتك خلل نسمي الأمور بمسمياته النجباء مثلا على سبيل المثال يعني خلاص هم مقاومين ويقاتلون وقعدهم سلاحهم وكذا وقالوا إحنا ده نضرب بالأمريكان خلاص انتهى الموضوع ما عاد الأمر سر يعني هنا حصر السلاح بيد الدولة وأهميتها أكو دولة بالعالم وبمنطقة محصنة بالعاصمة تنضرب بالكاتيوشة والحكومة مسؤولة والقوات اللي هي تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة مو مسؤولة عن هذا الموضوع هنا حصر السلاح بيد الدولة على هذا الطرف البسيط اللي احنا دين نحتي به الآن هذا ممكن يضمن لك الأمان وأخراج القوات الأجنبية فيما بعد تطبيق القرار والكل ترضى سيد الفاضل لم تتبنى لا النجباء ولا غيرها عملية القصف على السفارة الأمريكية الكل اللي أعلن براءتها من هذا وقد كشف المخططات المراد منها من جر الرجل النجباء وبعض الفصائل إلى ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتصفية الأمور على الساحة العراقية لكن هناك أنا أتكلم عن مصادر موثوقة أن هناك بعض الخلايا تشرف عليها القوات الأمريكية قامت بقصف المطار بغداد وقصف بعض القواعد وقصف حتى السفارة الأمريكية هذه الفصائل تتكلم عنها والنجباء غادرت الكاتيوشة سيد الفاضح نحن مو بعدنا ب2003 و2004 ويستخدم الكاتيوشة هناك السلاح متطور وهم يدركون جيدا الكاتيوشة تطلقت على السفارة التشويش سيذهبه بعيدا ولم يصيب الهدف هذا غادرته فصائل المقام لنجد هناك ضربة ولماذا نأتي ونحصر واقع حرفة النجباء سيد الفاضح اليوم الملف ملف معقد أنا أتفق معك ملف معقد وشائك ويحتاج إلى التمهيد في هذا لكن اليوم من أجل أقول لك النجباء قصفت القاعدة أمريكية قصفت قاعدة أمريكية ولم تقصف وزارة عراقي ولم تقتل جندي عراقي طيب لماذا لا نعطي حق المقاومة في طرد الاحتلال من هذا الجانب لم يرضى الاحتلال أن يجلي بقواته ولم يركن إلى ساحة الحوار حتى ينسحب تدريجا ولماذا هذه القوات المحتلة لا زال تمارس واقع التلاعب الملفات السياسية والشارع عبر الحروب النعمة وغيرها حقيقة الوقت دي يدركنا لماذا نرضاه على الطرف الآخر ونرضاه على واقع جميل أنا حقيقة كنت أتمنى أنه نكمل الحديث مع حضرتك لأن الوقت دي مر علينا بسرعة يعني هذه هي من تفسير الحكومة هم ليسوا محتلين لحد هذه اللحظة إذن كان معنا من بغداد المحلل السياسي السيد مفيد السعيدي لا سيد قوات احتلال وأعقد أعلن السيد الفاضل طيب استاذ مفيد حياك الله نشكرك شكرا جزيلا على حضورك اليوم كنت معنا من بغداد شكرا إذن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة